ولهذا هناك طيار سعودي ثلاث مرات لم يرمي قنبلته لوجود أطفال لوجود مسنين وأنا كنت أجلس في الكنترول تعرف أنا المراسل الحربي الوحيد داخل اليمن وكنت أسمعه يقول له ما أرمي يقول له أرمي الهدف أنت فوق الهدف يقول له لا في أطفال الصمات وهذا خبر أعلنه من جامعة حايل تحديدا الصمات الرجل الثاني بعد عبد الملك كان بين مخالب سقر سعودي فأفلته إكراما لأطفال نيرابو